أنا أعتقد الآن الباروميتر يفترض أن يكون الرأي الشعبي للشعب الأردني نحن يمكن أن يكون تحليل أكثر منه رأي أنا أعتقد أن هناك عدم رضا عن مجلس النواب وعن أداؤه في الدورة العادية الأولى وفي بداية عمره حقيقة أنت ترتكز في موضوع عدم رضا على وجهة النظر الشعبي شعبية لكن هناك موررات أيضا تقرأها أنت كمعلل وكمراقب وكصاحب رأي أنا أعتقد المجلس من ناحية تشريعية حقيقة يمكن قدم بالفعل إنجازات اليوم في الحديث عن الثلاثة وعشرين تشريع وكقانون وقانون مؤقت وقانون معدل يعني فيه إنجاز لنقول هناك هذا إنجاز لكن هذا دوره للمجلس النواب أنا أتحدث عن دور المجلس الرقابي والسياسي أيضا يعني المجلس النواب ليس فقط مؤسسة تشريعية ونقطة أو مؤسسة رقابية تحت القبة ونقطة المجلس أيضا هناك دور سياسي له هذا مطبخ السياسي يفترض يكون في الدولة حقيقة دخل هذا المجلس الحيال البرلمانية أو الحيال العامة وهو تحيط به الكثير من الاتهامات والكثير من الشوائب التي كانت توجه لهذا المجلس هندسة المجلس التدخل في دعم مرشحين إقصاء مرشحين في المجلس هذا يعني يفرض تحدي أو كان يفرض به أن يفرض تحدي كبير على المجلس النواب الحالي لمواجهة مثل هذه الاتهامات ومثل هذه الحملة أنا أعتقد أنه يعني لم ينجح في هذا الأمر المشكلة التي نتحدث عنها من منذ أكثر من عقدين اللي هي تعمق عدم الثقة بمجالس النواب وبالسلطة التنفيذية أيضاً هي ازدادت وتعمقت أكثر الآن عدم الثقة بمجلس النواب وبالسلطة التنفيذية في أسوأ مراحلها وللأسف الشديد يعني طبعاً هذا نحن نتحدث ونحن يعني عز علينا هذا نص الله للمرحلة هاي نريد أن نعود وننطرق لكن أعتقد أنه في الدور السياسي كان هناك فشل وكان هناك تقصير وبإمكانه يدارك طبعاً يعني بضمن ظروف معينة مثل هذا الوضع طيب نعم أسمع ردك سعسين وأنا بدي أحكي معك بضوحة بس أدفهم واحدة واحدة اسمحني اتهمات وشوائب قبل أن يبدأ المجلس لم يستطع المجلس تعامل معها من هندسة من دعم مرشحين من إقصاء لآخري وهذا التحدي لأمام المجلس وهو مبوء ثقة وفقدانها لم يستطع المجلس تشسير هذه الهوة صحيح غير صحيح غير صحيح غير صحيح لسبب بسيط أنه إحنا بنحكي عن عقدين قبل عمر المجلس هذا يعني عم تحكي عن خمس مجالس ست مجالس اليوم أنا ما بقدر بأعصاء سحرية أغير فكر الناس ونظرتهم والحلقة المفقودة من الثقة مع مجلس النواب مع الحكومات بدورة غير عادية وإنت حكيت أنه تشريعيا للأمانة يقدم معناته المجلس عم بيمشي خطولة قدام